خلينا بقى نروح لمقر النادي الاهلي في مدينة نصر مع مرسلنا فاروق صلاح ولقاء مع العميد هناك أحمد النحاس مدير فرع النادي الاهلي بمدينة نصر دياء صباح الخير عليك يا فاروق كل سنة وانت طيب طبعا في البداية صباح الفل يا نهواند صباح الخير عليك وعلى كل مشاهدي ومتابعي شاشة تقناة النادي الاهلي في كل مكان وكل سنة وطيبة كل أعضاء وجماهير النادي الاهلي طيبين سنة جديدة طبعا على كل جماهير النادي الاهلي نتمنى يا رب يكون كلها خير وانتصارات وبطولات على النادي الاهلي وجماهيره وأعضاءه يعني من هنا من أحد صروح الاهلي العملاقة فرع النادي الاهلي بمدينة نصر اللي شهد في الفترة الأخيرة طفرة إنشائية أكثر من رائعة وانت داخل من بوابة النادي الاهلي البوابة الرئيسية هتلاقي نسر النادي الاهلي يحلق أمام البوابة كل الأمور والمستجدات اللي تمت في فرع النادي الأهلي من تجديد للبوابات سواب البواب الرئيسية أو منطقة الفوتكورت أو منطقة ملاعب الأكاديمية أو منطقة المنطقة الترفعية وانت خارج من الباب الخلفي هتلاقي تاريخ مبادئ تطوير شعار النادي الأهلي وشعار عائلة النادي الأهلي لبرنامج الكابتن محمود الخطيب علشان نتكلم بشكل مستفيد عن إنشاءات النادي الأهلي والأمور اللي تمت خلال الفترة الماضية فرع الناد الاهلي بمدينة نصر هينضميلي في هذه الأثناء سيد أحمد إيهاب النحاس والعميد أحمد إيهاب النحاس مدير فرع الناد الاهلي بمدينة نصر أحمد بيه برحب بحضرتك على قناة الناد الاهلي وخليني أبرك لك مرتين أبرك لك على ثقة مجلس إدارة الناد الاهلي والإدارة التنفيذية في تولي العميد أحمد إيهاب النحاس مديرا لفرع الناد الاهلي بمدينة نصر وأيضا كل سنة وتطيب سنة جديدة عليك وعلى كل أعضاء النادي الهلي وعلى كل جماهر النادي الهلي أستاذ فاروق صباح الخير صباح الخير على قناة النادي الاهلي أستاذ نهواند أستاذ كريم سعيد بوجودي مع حضراتكم النهاردة طبعا بشكرك على البداية الجميلة والمبركة بس حابب أقول أننا بعيد عن المناصب والألقاب كلنا كمجموعة عمل جوة النادي الاهلي على مصالف روع بالكامل الحمد لله ما بيفرقش معنا الكلام ده أكتر ما بيفرق معنا إيه اللي بندي للنادي إيه اللي بنحاول نوفره من أداء في العمل ومجهود وتطوير في العمل مش عشان حاجة أكتر من إحنا بنرد الجميل لمنظومة لها الخير علينا جميعا مديرين وعمال ومشوفين وموظفين نتكلم بقى بشكل مستفيد نعرف أن فارع النادي الاهلي بمانينة نصر واحد من أهم فروع النادي الاهلي واللي شهد طفرة إنشائية في الفترة الأخيرة نتكلم بشكل مستفيد شايفين فارع مانينة نصر بيتزين في أجمل وأباسور طبعا الحمد لله أحب بس سريعا كده أبارك لمنظومة النادي الاهلي ومجرس دارة النادي الاهلي برئاسة كابتن محمود الخطيب والدارة التنفيذية برئاسة العميد محمد مرجان بفوزنا مبارح في دور المرجان لكرة السلة ودي خلاص حاجة الحمد لله نعمة من نعم ربنا علينا كمنتمين للنادي الاهلي وعملين بالنادي الاهلي إن احنا بنشعر بالفرحة يوميا الحمد لله وده فضل ونعمة نعمة ربنا طبعا زي ما حضرتك قلت وتفضلت ووضحت في بداية الحديث إن برنامج عائلة النادي الاهلي اللي كان متقدم به الكابتن محمود الخطيب ومجرس الادارة المحترم بيتم تطبيقه بجدية وبإصرار وبصدق مع عضاء الجماعة العمامية وكل المنتمين للنادي الاهلي من المحبين والمشاجعين للنادي الاهلي طبعا الحمد لله أنا برضو بعيد تاني كلامي إحنا أسعد حظا من الفروع يمكن التطوير الإنشائي على المصالف الروع كلها بس هنخص بالذكر طبعا النادي أو فرع النادي الاهلي بمدينة نصر زي ما حضرتك شايف إحنا التطوير الإنشائي ليه شقين عندنا في مدينة نصر إنشاءات جديدة تمثلت في بوابة عملاقة بتبين معاني النادي الاهلي وشعار النادي الاهلي بيجي لها زيارات ورحلات من جميع محافظات القاهرة يمكن فيه على الفترات مش متبعدة بعض الزوار لجمهورية مصر العربية سواء من العرب الأشقاء أو الأجانب بيحبوا ييجوا يتصوروا جنب نصر النادي الاهلي أصبح ليه سمعة دولية وإقليمية على أعلى مستوى الحمد لله في نفس التوقيت كان فيه البوابة الخلفية جديدة وبنفس المستوى مجمع مطاعم بقول تاني إنه هو المجمع المنفرد أو النموذج المنفرد على مستوى المؤسسات الرياضية سواء في القطر المصري أو القطر العربي بشكل عام منفرد به النادي الاهلي ببرندات مختلفة لها سمعة دولية محترمة الحمد لله عملية تطوير سور النادي الاهلي يمكن من الحاجات المرئية لعضو النادي الاهلي المنتمي للنادي الاهلي من الخارج لأنه هو وجه للنادي بالكامل في منطقة حيوية جدا في محافظة القاهرة تحديدا في مناطق مدينة نصر المشروع اللي يمكن اللي الحمد لله بفضل الله وكرموا علينا جميعا كمنظومة جوة النادي الاهلي جراج النادي الاهلي اللي يمكن يعتبر من الإنجازات المحترمة لمجلس إدارة النادي الاهلي برئاسة كابتن محمود الخطيب وبوزل فيه مجهود شاق جدا الحمد لله قدرنا نوصل أن احنا في خلال شهور إن شاء الله عضو النادي الاهلي قادر أنه يخش بشكل محترم يركن بأمان جوة النادي الاهلي ويعيش يومه بأريحية شديدة جدا في نفس الوقت زي ما بنقول إن فيه منطقة طرفهية أو خلينا نقول مجمع حمامات سباحة مبتكر على أعلى يوازي ويواكب أي مجمع حمام سباحة في ريزورت أو كومباوند كبير ده برضو بينفرد به النادي الاهلي ده يمكن ديه الانشاءات الجديدة اللي تم إنشاءها على التوازي عملية تطوير كاملة في عمليات الصيانة للمنشاءات داخل النادي الاهلي يمكن بتقابل نفس الاهتمام ونفس الطفل أحمق بي أريد أن أخقر من كلامك وقالت لي الأعم formally تشاعله بالنتمط على التوازي وأنا أريد أن أربطها بمسيرة الدولة المصرية والطفرة الإنشاءية اللي بتشاهدها الدولة المصرية والنادي الاهلي بيصير في خطوط متوازية مع هذه مع الدولة المصرية والنادي الاهلي جزء يتجزأ من هذا الوطن كمان في ظل تدعيات أزمة جائحة كورونا والنادي الاهلي يواصل هذه الطفرة الإنشاءية أمر يحسب للنادي الاهلي كجزء من هذا الوطن طبعا زي ما حدرت أفضلت كده إحنا سياسات النادي الأهلي كنموزج لكافة المؤسسات الرياضية على مستوى القطر المصري والعربي والأفريقي وأصبحنا الدولي طبعا الحمد لله في مواجبة وتواصل مع جميع الهيئات السيادية في الدولة لاتجاهات القيادة السياسية المصرية التطوير اللي احنا بنشوفه في الخارج على مستوى البنية التحتية والإنفراستركشور الخاصة بالمناطق على مستوى كافة المحافظات أن احنا نواكب المجهود ونواكب جدول العمل أو الجدول الزمني المطلوب في سرعة الإنجاز في كافة التطويرات الخاصة بالمناطق أو المناطق المحيطة بفرعة مدينة نصر بالتوازي بيتم وبالتنسيق مع كافة الجهات المسؤولة أو المعنية بالأمور دي في الإنشاءات الخارجية تحديدا الصور وتحديدا الجراج الخاص بانتظار السيارات أعضاء الجمعية العمومية وده عهد النادي الأهلي يمكن كلمة أو شعار بنفتخر بيها الآن تاريخ مبادئ تطوير أجيال بتسلم أجيال ده عهدنا بالنادي الأهلي طول عمره داعم للدولة المصرية داعم للرياضة المصرية والرياضة العربية مواقف واضحة للجميع نموذج بيحتزى به من كافة العاملين في هذا المجال والحمد لله الحمد لله حتى اللحظة اللي احنا وقفين فيها دي بنتشرف ان احنا ماشيين بشكل لائق يليق بالدولة المصرية في المقام الأول وبكيان النادي الأهلي في المقام التالي بشكرك يا أحمد بيه شكرا أستاذ فاروق وأنا بشكركم وبشكر كل اللي عاملين في قناة النادي الأهلي وببارك لكم على التطوير المحترم اللي احنا بنلمسه كل يوم في القناة شكرا جزيلا نهواند تاريخ مبادئ تطوير هو ده شعار النادي الأهلي وشعار الطفرة الإنشئية يعني قبل ما أرجع لك عايزة أقول لك يعني هنا في النادي الأهلي في فرع مديد نص أو يعني عايزة يعني بختص ان احنا موجودين في فرع مديد نص وانت داخل مكتب العميد ده أحمد يا أبي النحاس هتلاقي برنامج عائلة النادي الأهلي يعني موجودة على المكتب كل ما بيتم الانتهاء من أحد المشروعات بياخد العلامة الكاملة أو علامة صح طبعا طفرة إنشئية نتمنى فيها طبعا كل التوفيق للمجلس إدارة النادي الأهلي ومسؤولي الإدارة التنفيذية للنادي الأهلي النادي الأهلي طبعا بيسير بخطوط متوازية مع الدولة المصرية في ظل الطفرة الإنشئية جديد يا نهواند ترجع لي تعود لك الكلمة في الستوديو وكل التوفيق دايما للنادي الأهلي